أعلن وكلاء شركة جاك الصينية أن الشركة ستبدأ بطرح سيارة تي ثمانيا برو الجديدة في عدة أسواق عالمية لتنافس من خلالها مركبات البيك أب من تويوتا ونيسان جاك تي ثمانيا برو تتميز بمظهر يوحي بالقوة والحذاتة بنفس الوقت وهيكل متين بطول خمسة أمتار واثنين وثلاثين سنتيمترا وقمرة مزودة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب وحصلت السيارة على مصابح تعمل بلاد بأحدث تقنيات وعجلات عريضة وأنظمة تعليق ممتازة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعراب بسهولة وعلى مساحة نقل خلفية تمكن من نقل 900 كيلوغرام من الحمولة فيها وحصلت السيارة على كاميرات أمامية وخلفية ونظام دفع ربعي وعدة وضعيات قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق ونظاما للحفظ على الثبات على المنحدرات